السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله نتحدث الان عن التدخل العلاجي الخاص في علاج زوي الطوابات التواصل طبعا تبقى للتصنيف اللي احنا اشتغلنا عليه كل نوع من انواع الطوابات التواصل هيكون له تدخل علاجي خاص به وهنا احنا بس قسمنا الطوابات خاصة بالكلام والطوابات خاصة بالنور الطوابات الكلام او النطق عندنا الطوابات اللفز والطوابات الصوت والطوابات الطلاق الطوابات اللفز احنا نبتلك عليها الطوابات النطق والطوابات الصوت والطوابات الطلاق طيب التدخلات العلاجية الخاصة باول شيء وهي الطوابات اللفز الطوابات اللفز لو جينا اتكلمنا عليها ان احنا عندنا عشان يكون في برنامج علاجي جيد في بعض الامور لازم نشتغل عليها وهي تطوير قدرة الفرد على الإسراء بعناية والتمييز بين الأصوات المشابهة نحن نطور قدرة الطفل على أنه هو يستمع بصورة أفضل ويميز بين الأصوات المتشابة نقطة مهمة جدا كمان اللي هي المراقبة الزاتية من قبل الطفل أنه هو يباقي بنفسه وهو فعلا ينطق الكلمات بطريقة صحيحة الأصوات الخاصة ببعض الحروف بطريقة صحيحة أمنها تسجيل أصوات الحروف أو الكلمات أو الجملة التي يخطئ فيها لو هو عنده مشكلة ويغلط فممكن إحنا نسجل ونسمعه جميل ونخليه يركز طيب التمييز بين لفظه الطفل الأصوات الحروف بين لفظه الآخرين وده نقطة برضه مهمة جدا وأهم نقطة أنا بشوفها هي موضوع تسجيل الأصوات ده لأن الأطفال اللي عندهم مشكلات في النطق أحيانا هو لا يدرك أنه هو مخطئ في نطق الصوت وعشان كده في بعض الأحيان ما بنركزه بعدها بتجيب نتيجة جيدة طيب الطرابات الصوت طيب عن الطرابات الصوت في أحيان كده جدا بتكون من مشكلة مشكلة عضوية عشان كده احنا بنحتاج في بعض الأحيان إلى بعض الجواحات وده خاص بالأطباء المتخصصين في مجال الأنف والأذن والحنجاه ودائما أنا أقول الأفضل بالنسبة للأخصاء التخاطب لو هيشتغل شغل سليم إنه يكون فيه تشخيص طبي في البداية قبل ما يشتغل أي شيء ولو فيه أي جانب عدوي نحاول إنه إحنا نعلقه تعديل البيئة اللي بيعاش فيها الطفل برضو بتساعد على الصوت أو تعديل الطرابات الصوت تدريب الطفل على الحديث بصوت مقبول ندربه فيه حاجة كمان عندنا جميلة أولي هي الاسترخاء عشان لو كان فيه قلق أو تبطر ندرب الطفل على استرخاء ومع الاسترخاء بتتحسن أشياء كترة جدا خاصة بالنسبة للطراب التأتأ أو النجلج تدريب الطفل على تميز الأصوات لأبعد نقطة مهمة جدا لأبعد نقطة مهمة جدا تلك طويل؟ طويل